تعيس كريمي على أهداف هدف المباراة الأهداف هو نفس السيستم نفس المنر احنا ارد هدف هدف وريك انه الراجل كان عنده فكرة تاني بنحط في لها اعتبار ان المنافس بقولها في كل جملة ان المنافس ساعدك انك تطبق افكارك لكن هل كان عندك افكار من الاساس ولا لا ده اللي احنا عزين نقول هنا هتيجي تلاقي انه الهدف الاولاني بتتكلم على طخت عكسي لاستعادة الكورة هتلاقي انه وجود محمد صلاح طب الاتنين قريبين اوي التلات لعيبة بتوعب وسط الملعب قريبين اوي كريم مروان تحت راس مسلس النيني ناحية الشمال زيزو كان راجع من الهاجمة من الضغط عشان يرجع يقفل ليه لان النيني طالع هو اخذ تعليمات زيزو وبالمناسبة دي تعليمات بسبب ان انت كنت تطالع بهاجم اوي في المباراة دي ان زيزو يرجع ينزل تحت لما النيني يطلع يفتح ناحية الشمال في الجزء الهجومي والعكس فطالع النيني هنا بيضغط الملعب مفتوحي اللي عايز يطلع يعمل ده بص مروان هيبقى فين بعد ثواني من لعب الكرة يلا روح الفريم اللي بعده انه الكرة دي تلعبت الراجل اللي حقيها قبل ما انني يروح له هات الفريم اللي بعده مين اللي يخش يضغط واخد الكرة يلا مروان ليه لان هما التلاتة قريبين فانا قادر اروح اكفر واقطع خطوط التمرير طول الوقت لو المساحة لو اللعبة دي منتشرة بعرض الملعب الكريم المساحات بتبقى كبيرة جدا جدا مش توقع تعمل ده فالأول جونج عملته ازاي ضغط عكس محمد صراح ما وجود فيهن في مركز المهاجم ليه لان مصطفى محمد كان واخد تكلفات من بداية المباراة مصطفى محمد دايما بياخد دورينا كابتن حصل حصل قوة الفرقة لو ما بلعب فريق تقيل قوي فيه عناصر كتير قوي مصطفى محمد دايما بيضغط عليه بمركز ستة عشان ما يطلعش لو بلعب فريق في المتناول تلاقي بيضغط دايما في الاتنين قلبنا الدفاع في دايما واحد منهم هو اللي بيطلع بالكورة دايما مصطفى عليه عشان حاجة من الاتنين يجبره ويعملها غير جيدة يستعيد الكرة وكرة تطقطها فمصطفى كان طالع يفتح على الخط لأن اللعبي اللي بيستلم تلع على الخط فطالع معاه مصطفى مين داخل راح المكانه في ثانية محمد صلاح عشان الكرة تروح لمصطفى في المكان اللي فاضي فيه هو طبعا بس في الماتش ده بالذات بالذات في الضغط هو كان بيلعب بالذات 4-4-2 طبعا يعني في النقطة دي ليه هرجع اقول كلامك برضو اللي انت قلت في بداية ان كان دايما عايز يحط محمد صلاح فرود فلما كان بيضغط ب4-4-2 يعني لو تيجي تبص زيزو فين لو هو بيلعب ب2 فما ينفعش انني انني اللي هو ستة يعدي زيزو فهو اللي اتنين هم اللي ضغطين فدايما كان بيلعب 4-4-2 فعشان يجي فانش الهجمة محمد صلاح وتيجي جون ده كان الجون الاول نروح للجون التاني والجون التاني والجون التاني بقى كريم الراجل كان بيعمل المسلسات دي كان بيعملها نحية اليمين صلاح بيعمل مسلس وبعدين يروح جان يداخل جواه التمانتاشر مع وجود سنائي ممتزين نحية اليمين اللي هم عمر كمال عبد الواحد وزيزو فكان بتعمل الشطة الأولانية طب الشطة التانية عمل ايه راح نائل ناحية تانية بيطبق نفس الفكرة بالثلاثة بختلف تماما ابتدأ يروح انه عنده مصطفى محمد ومرموش وابتدأ كمال لما بتاع حتى لما عمل التغييرات ريزيجين اذا العمل ده معاهم فابتدأ يعمل مسلسات ناحية الشمال مع خروج مصطفى محمد على الطرف علشان يعمل المجموعة ده بيفضل مين في الاخر يا بفضل صلاح يا بفضل اللعب اللي جاي من تحته اللي بيكون زيزو فانا نفس الفكرة بجمع في ناحية وببتلي بسمح بالاختراقات سواء اللي جاي من العمق يا إما صلاح جاي من العمق وزيزو جاي من على الطرف أو الاتنين لو صلاح فتح شوية عشان يوسع الملعب بيخش زيزو في العمق هنا تاني بنشرح ليه علشان خاطر احنا مش باللعب جبوتي ولا فرحانين احنا اكيد فرحانين بأي مكسب لكن علشان خاطر هناك فكرة تطبق بس